الصفات العامة للرهليات ما هي الفقاريات؟ تضم الفقاريات خمس طوائف من الكائنات الحية هي الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثديات فالفقاريات هي تلك الكائنات التي يحتوي جسمها على عمود فقاري والذي يعد أحد مكونات الجهاز العظمي في الفقاريات والذي يوفر لها الحماية والدعم فالجمجمة على سبيل المثال تحمي الدماغ وفقارات العمود الفقري تحمي الحبل العصبي الشوكي والجهاز العظمي هو أحد الأجهزة المتخصصة التي تمتلكها الفقاريات ويمكن تقسيم الفقاريات حسب صفاتها العامة إلى عدة طوائف منها طائفة الرهليات ما هي الرهليات؟ وما هي صفاتها العامة؟ تضم الرهليات ثلاثة طوائف من الفقاريات وهي الزواحف والطيور والثديات وسميت تلك المجموعة بهذا الاسم وهو الرهليات لأن جنينها يحتوي على غشاء يسمى الرهل وهو مليء بسائل رهلي يحمي الجنين من التهتك والجفاف كذلك يحتوي الجسم على منطقة عنق تساعد على الحركة الحرة لمنطقة الرأس يميناً ويساراً وفي الرهليات ينقسم التجويف الفموي لجزئين عن طريق عظمة الحنك والجزئان هما ممر هوائي علوي وممر غذائي سفلي وكذلك كل الرهليات تمتلك اثنى عشر زوجاً من الأعصاب المخية بدلاً من عشرة أزواج والزوجان الإضافيان هما العصب الشوكي الإضافي والعصب تحت اللساني والآن هيا لندرس الصفات العامة لبعض طوائف الرهليات وهي الطيور والثدييات الصفات العامة للطيور أولاً الطيور ريشية وهذا الريش يتكون من مادة الكيراتين وهي المادة التي يتكون منها أظافر وشعر باقي الحيوانات ثانياً الطيور مجنحة حتى من لا يستطيع الطيران منها يمتلك أجنحة أيضاً ثالثاً الطيور لها منقار والذي يتكون من عظم مغطاً بمادة الكيراتين والذي يستخدم في وظائف مختلفة رابعاً الطيور بيوضة كذلك الأسماك والزواحف والحشرات تضع بيضاً أيضاً خامساً من الصفات العامة التي تميز الطيور امتلاكها لهيكل عظمي خفيف الوزن ذي عظام مجوفة الصفات العامة للثدييات أولاً الثدييات تمتلك فرواً أو شعراً يغطي جلدها والذي يساعدها على الوقاية من البرد ثانياً الثدييات تمتلك غدداً ثديية ترضع بها صغارها الحليب ثالثاً الثدييات تمتلك جمجمة متصلة بالفك السفلي كقطعة واحدة رابعاً الثدييات يتم استبدال أسنانها مرة واحدة فقط طول عمرها خامساً الثدييات تمتلك عظمات الأذن الوسطى الثلاثة المطرقة والسندان والركاب سادساً الثدييات تمتلك أجسامها أجهزة متخصصة تقوم بعملية التمثيل الغذائي والتي ينتج عنها الطاقة وأخيراً تمتلك الثدييات جهازاً دورياً متطوراً به قلب من أربع غرف